قامت قيادات ميدانية بزيارة تفقدية لجرح القوات المشتركة في مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة وفي الزيارة اطمأن قائد اللواء التاسع عمالقة العميد يحيى بوحيش وقائد اللواء الأول عمالقة العقيد أكرم فؤاد على الحالة الصحية للجرح من منتسبي القوات المشتركة في اللواء الثالث مشاه والحادي عشر عمالقة ومختلف الوحدات القتالية المشاركة في عمليات تحرير الساحل الغربي كما تم تكريم الجرح بشهادات تقديرا لهم على الأدوار البطولية خلال مقارعتهم لبليشيات الحوثي الإيرانية في ميادين الشرف والعزة والكرامة دفاعا عن الأراضي اليمنية وأكدت القيادات أنهم لن يدخروا جهدا لاستكمال علاجهم وتقديم الرعاية الصحية لهم نظير بطولاتهم المشرفة في جبهة الساحل الغربي ترجمة نانسي قنقر